أكيد كفتا فيصل الدرويش وحييك مبروك كنت يقوم التلفوز اليوم لبحثكم أنه الهدف جاء عن طريق فيصل الدرويش أولاً الهلال لا يمكن أن تقول له على الأقل فريق أو فريقين أو أكثر من ذلك الدليل أنه يفوز بكل أحوال أول شيء الحمد لله مبروك لنا كهلالين هارد لك أخواننا نادي أحد زي ما تشايف مباراة ما كانت سهلة ونحن كنا متوقعين هالسيناريو الحمد لله الأهم في هذه المباراة أن نحن نأخذ الثلاثة قط سواء أوكي يهمنا المستوى لكن إن كان فيه مستوى وفوز الحمد لله ما كان فيه مستوى أهم شيء ثلاثاً قط ما تروح مننا وأنتو اليوم حاسين المستوى غاب في كثير من لحظات مبرع أكيد ما كنا في مستوانا توب توب لكن عندنا أغلاط نعدلهم مباريات الجاية إن شاء الله إشكالية تطبيق تعليمات مدرب ولا عشان انسجام لأنه فيه تغيير جذري على مستوى اللاعبي لا مو مسألة انسجام أو مو انسجام بالعكس يعني إحنا منسجمين أنا ما أشوف فيه عكس كذا لكن ممكن ويكون واحد في مستوى واحد مو في مستوى فهذا يتفرق بين في الملعب لكن إن شاء الله الجاية أحسن من كده اليوم لقطة هدف ما بينك وبين سالم الدوسري واضح كان فيه تفاهم الحمد لله متفهمنا أنه سالم وزي ما كنت متوقع يعني هالشي نزمرن عليها يعني مو كانت صدفة فأنا عطيت سالم الكورة فأخذ مكاني على الطرف فكان عليه أن أدخل مكان وأكمل عطاني هي سالم مبروك لأنا جميعها كابتن أنا بس فيه محللين ممكن أفضل مني في هذه بس أنا اللي عارفة أنه الكورة إذا جايتك كذا عرضية تصويب هيكون أصعب من الكورة بتأكيد لكن اختيار الزاوية كان مميز يعني بعض الكور هذه تسدد بقوة أنت اخترت التسديد بدقة إي أنا اخترت بما أني قريب من الباب وكنت على سرعة فأخترت أن أحط الكور أفضل من أن أحطها على قوة مبروك الجميع بارك فيه ترجمة نانسي قنقر